وأيجي بقى للشباب وستاذ محمد وخليني أعرف مش هسألك عن القراء وإقبالهم لكن هسألك عن الكتاب وإقبالهم على توثيق الأحداث على حكاية الأحداث بطريقة مختلفة بطريقة بسيطة بطريقة سلسة توصل لسني وتوصل لسنك وتوصل لكل الأعمار اللي حبة والمفروض أن هي تكون عارفة الحقيقة أعتقد أنه ده زاد يعني بفترة كبيرة جدا بأن عشر سنين أو أكتر والتطور التكنولوجي الهائل اللي حصل أعتقد أن ده زاد بشكل كبير الكتاب بقى عندهم وعي أكتر للموضوعات اللي هم عايزين يكتبوا فيها بقى فيه يعني شغف شديد لعدد كبير من الكتاب الشباب أن هم يبحثوا عن التاريخ يكتبوا روايات عن التاريخ ده ظهر مؤخرا ده ما كانش موجود قبل كده لكن لو قلنا آخر سبع سنين أو ثمان سنين بقى فيه شغف لده رواقي يكتب عن التاريخ شاعر حابب يقرأ شيء معين فبالذات يعني المئة سنة اللي فاتوا القرن العشرين حصل حاجات كتير جدا سواء في العالم أو في مصر تحديدا حركات التحرر الوطني في مصر بقى من بداية القرن العشرين كله شخصيات وطنية كتير ملهمة أحداث تاريخية كتير مرت على مصر ومرت على منطقة الشرق الأوسط تحديدا كل ده كان دافع وأعتقد يعني كان فيه مشاهد بقى سياسية كتير يعني أنا باعتبر نفسي من جيل الانتفاضة يعني أنا انتفاضة تانية واستشهاد محمد الدرة كان سنة 2000 أنا كان عندي عشر سنين يعني كنت أقول مرة أنزل مظاهرة لفلسطين يعني فده ممكن يكون ده جزء من الأشياء اللي نمت الوعي عندي وقتها واللي خلتني أحب التاريخ أكتر لإن أنا من صغري بحب التاريخ وبحب أقرأ الكتب اللي ليها علاقة بإسرائيل عربي الإسرائيلي تحديدا وحارب أكتوبر تحديدا اشتركوا في القناة